بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة يا سادة هكلمكم عن مشكلة بنشوفها بين الزوجين بسبب أطراف خارج العلاقة الزوجية أول ما أقول لكم كده هتقولوا آه الأهل لا واحدة واحدة لأن المرة دي المشكلة بتمسحها على ناس كتيرة وبتحصل بأشكال كتيرة جدا جدا وفيه ناس المشكلة دي بتفضل موجودة لسنوات طويلة في الحياة وساعات بيستمروا ويفضلوا بعد عشرين سنة أو تلاتين سنة يتقالي الكلام دوت وبسبب مجموعة من الناس ممكن يكونوا حتى ماتوا ومش موجودين اللي بيحصل بيكون أشخاص قريبين من الزوجين المشكلة بقى اللخصها بشكل بسيط بيكون فيه أشخاص قريبين من الزوجين والأشخاص دول بيعكروا صفوا الحياة الزوجية فالنهاردة هنتكلم عن وجود المعكرين في الحياة الزوجية إن فيه ناس كده بيبقوا معكرين في الحياة الزوجية أيوة انت بتدتوا تفهموا أنا بتكلم عن مين مين هم المعكرين دولا؟ دولا مجموعة من الأشخاص غير المرغوب فيهم والوجودهم بيشكل خطر على السعادة الزوجية زي مثلا أضرب لكم مثال زي الخطيب أو الخطيبة السابقة اللي هو الإكس يعني أو ابن الخالة أو بنت الخالة المغازلين اللي ما بيعرفش يمسك اللسانه لازم اللسانه كده يقعد يقول كلام كده فيه إيه؟ فيه تلطفات يتلطف كده ويغازل أو الصديقة أو الصديقة غير مراعيين لأسول الزواج وخاصة لو هم جمان جايين ودخلين واخدين عنوان الأنتيم بعض الأزواج والزوجات بيكون عندهم في العيلة قريب كان متقدم للزوج أو قريبة كانت عنعة من الزوج فبيكون وجودهم في أي تجمع عائلي بيكهرب الجو بيوتروا فتلاقي الأشخاص مثلا دول بيتكلموا بطريقة أو بيتعاملوا بطريقة فيها يعني فيها قربي زايد كده فيها عشم مش بس عشم فيها تخطي للأصول والزوجية وللحدود يعني خلاص إحنا في البيت هنا إحنا بنتكلمش مفيش الزوج مبيسمحش إن حد يدلع مراته أو واحدة تدلع جوزة آه لإن إحنا متفقين إن في حاجة مهمة جدا جدا ليه بقول الأصول الزوجية لإن أنا دايما بقول في الجواز فيه ثلاث حاجات لازم نتفق عليها قبل الجواز نتفق على إيه؟ نتفق على الخطوط الحمر ونتفق على التفضيلات الحاجات اللي بنحبها ونتفق على المكروهات الحاجات اللي بنكراها من ضمنها بقى فكرة إن واحد مثلا يدلع زوجته أو حد وساعات بتنتقل للمكروهات دي تتحط فيه اللي إيه؟ الخطوط الحمر ففوعد الناس ما يرعوش الأصول الزوجية دي فمسلا بنت الخالة تزود في الهزار مع الزوج فالزوجة قلبها يولع ولا تبقى على حامي ولا بارد ما يقالت الكلمة ويعرفة إن الكلمة دي بتبعتها للزوجة وبعد كده ممكن تقعد ضاء مع بعيد بينات الخالة شوفوا دلوقتي هي حصل في قلبها إيه دلوقتي فتشتعل الغيرة في قلب الزوجة لأنها عرفة إن بنت خالته كان بتحبه ومازالت حتى الآن وإن كانوا هما الاتنين متجاوزين لكن لسه اللي في القلب في القلب والأسوأ إن الزوج يقول لزوجته مثلا مثلا بقى وهو عايز يكمل الاشتعال ويكمل النيران ويفجر لموقف إنه هو يقول لزوجته إيه بقى بنات خالتي دول إخواتي وبينها وبين بعض أسرار أنت مش لازم تعرفيها يا واحد إيه يعني إيه يعني إيه بنات خالتك بينك وبينهم أسرار أنا مفروض ما عملهاش ما هو دوت بالمناسبة يعني ده ما ينسبش خالص قوله صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خير أنت بتوجعها كده بتأذيها ولا دوت يمشي مع قواعد قوله تعالى قواعد المتاخذة من قوله تعالى وعشرهن بالمعروف ففين العشاء بالمعروف ده لا إحنا ده ما فيش ست بتقبل ده إن أسرار زوجة يبقى مع حد تاني ده يبتتخانق على إن أسرار زوجة يبقى مع أمه أو مع أخته يتبقى أسراره مع بنت خالته اللي كانت متعلقة بيه وعشان كده الزوجة ممكن يبقى لها ابن خالة كمان مش بقى مثلا مترب معاه وعايش معاه فبيتعامل معاه كأنها أخته وتبقى بتسلم عليه شوية زي ما بتسلم على أخوها ومحارمها فبيتسلم شوية بتجاوز أو بتباسط وبالطبع ده ما ينفعش ما ينفعش إن هي بتسلم عليه يحصل أي نوع من أنواع الأشياء اللي مفروض تكون من نصيب الزوج وده بيسبب مشاكل مع الزوج أو مثلا يكون ابن خالتها ده كان متقدم لها قبل الجواز يعني الإكس بتاعها وما حصلش نصيب في إيه اللي يحصل بقى فيحصل إن الزوج مجرد وجود ابن خالتها ده أول ما بيدخل كده في الزيارة إيه اللي يحصل؟ يحصل مشكلة لإن الشخص ده في الغالب بيتعمل مغازلتها وإن هو يقول لها كلام فيه مجاملة وفيه دايما متح ليها وفيه كلام وساعات يبقى من درجة من عدم اللياقة إن هو ينتهز إن زوجها ما شكرهاش على حاجة فيشكرها هو عليه أكلك النهار ده ما عرفش إيه وهو زوجها كان عقب على حاجة في الأكل ولا حاجة فينتهز الفرصة في يؤامل الكلام ده فالدنة تبتدي الخناءات بقى تبتدي فتبتدي الخناءات ما بين الزوجين وتشتعل المواقف بسبب هؤلاء المعكرين فتبتدي الخناءات بين الزوجين وإن ابن خالتها بيتجاوز معها في التعامل وبنت خالته كمان بتتجاوز معها في التعامل شكرا